أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من إجراء أكثر من مليون وسبعمائة وثلاثة ألاف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فتدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة وعضحت وزارة الصحة أنها تابعت أكثر من 61 ألف وتسعمائة وثلاث حالات بعد إجراء العمليات للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى وذلك في الفترة من يناير 2023 وحتى مايو 2023 إضافة إلى استقبال 27.338 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار خلال نفس الفترة عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة وجددت الصحة تأكيدها أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية ترجمة نانسي قنقر